كابتن شريف في البداية فعلا انا احساسي ان جول جيه بتاع النادي الاهلي في الدقاق الاخيرة وبالتالي قالوا ان الماتش خلاص ينتهي ولكن فجوا بهدف التعادل وده اثر من وجهة نظري على شكل المجموعة شكل المجموعة كان ممكن يختلف تماما بان النادي الاهلي ياخد ست نقاط او تلات نقاط دول يبقوا ستة ويبتعد عن اي مشاكل ممكن تواجه في الفترة اللي جاية رأيك في الماتش ايه النهاردة كابتن من بداية لقاء تشكلته ثم سير اللقاء نفسك ان شاء الله بوش الاول بس عازة اي اكد على نقطة انت قلتها فس الكلام كده ان انت كنت لعيب كرة كبيرة واعرف ومحمود برضو نفس القصة دايما يتقلنها كده او احنا شاغلين حدا مدربين نقول للعيبة ايه الماتش بيخلص مع صفارة الحكا صح النادي الاهلي وصل في وقت ملاقات في نهاية الماتش بعد ما جاب الجون ان الماتش خلص وده اللي خلاه ييجي فيه الجون نيجي بقى للتشكيل ايه في البداية اعتقد ان التشكيل المراضي مناسب جدا رجعت القوة الضربة له باستثناء غياب باس محمد عبد المنعم انما معلول رجع فيه تجانس موجود لان قبل كده كان بيعمل روتيشن كتير فكان بيبقى فيه عدم تجانس شوية انما لما زبط التركيبة الاهلي كان افضل الشوت الاولاني الشوت تاني سيطرة تم الاهلي عن الاهلي الشوت تاني مضيع حوالي 4-5 فرص منهم انفراضين بتاع طاهر وبتاع كريم فؤاد اللي اتنين انفراض وفيه واحد بتاع حسين الشحات بس عشان ما ننسوش وبتاع حسين الشحات رأس وحطاه لا اللي هي شاتها فوق ده في اول الماتش ده في واحدة في الشوت التاني بتاع كرابة الرأس حرس المرمى ودي كبير لا والاهلي وصل كتير حقيقة الخطورة عدمت الشوت التاني للفريق يانج افريكان انما فيه اتنين لعبه مؤسرين جدا يعني ما ينفعش يتسابه النادي الاهلي بعد ما ضيع فرص كتير وده نتيجة زي ما انا بقول دايما دايما النادي الاهلي بيعاني من قصة عدم موجود سنتر فرود لان الفرص اللي انا بتكلم عليها دايما وفيه سنتر فرود عنده خبرات يعني عاز اقولك يعني كريم فرود بن فرود محتاج بس يعمل فنت وحطها انت قصدك على كرة اللي هي الانفراد بتاع كريم فرود اللي جات في ايدي الحارس اللي الحارس طبعه اللي جات لكهرباء كمان طب وبتاع كهرباء يعني كريم فرود حطاه حيلو حقيقة طب وطه بس هو الراجل يعني لا بس انا عايز الفرق من بين فروق وهو فرود وواحد تاني بس كلنا بناخد يعني كل اللعبة بتاخد نفس الجرعات اللي هي مثلا الانفرادات في التدريب كلها واحد اه انا بقى دي مهارتي انا كمحمد اه دي اللي انا قصده بتختلف عن كابتان بوداب عن حضرتك عن كل واحد عنده المهارة في عملية التفتيش مختلفة يعني الفرص اللي انا بتكلم عنها دي بتاع كريم وبتاع طاهر ممكن تيجي لسين وصات تاني من اللي احنا عارفينه وبنتكلم عليهم جون مية في المية لان في الفرود بيبن عنده ملكة الحتة دي ازاي سبت الجون ويحطوله كرة على سبتة ويقدر ياخد القرار اللي هو بيفرقه عن اي فرود تاني انا ما شفتش الكلام ده مش النهار ده بس ماشتشات كتير الاهل فرص سهلة بتضيع نتيجة ان ما عندهش الفرود اللي احنا بنتكلم عليه بمواصفات مثلا في لافيو بمواصفات عميات متعب بمواصفاتك فاهمني بمواصفات ابو تريكا اللي هو يجيب جون من ربع فرصة لا انت عندك فرص بنسبة مية في المية جون دي فرصة كريم فؤاد لو بسيت وردك خدت دي فرصة اللي حدك بتتكلم عليها خد كرار في الجزء بص فين كريم فؤاد جوه طب في حتى مهمة هنا هو لو كرة تحت حوزيته هو واي لمسة بلا انت هلأمن ايه لا دهوك هو راحت ده جنبه بس فحصلوه ماشي عشان هو تقل عليه عازي عازي ييبه على يمينه انما هو لو راح وهو بتحرك اصعب حاجة على حرس المرمى تخطه كرة وانت بتتحرك انما توقفش وبعدين لا لازم تحطه وانت بتتحرك عشان الوقفة دي فعن بتعطر العين تعطر العين وانت عارف طبعا فادية بتفرق كتير وبعدين اللي يضيع في الاخر استقبل الاهل يضيع 3-4 جوان في حقيقة هم برضو يعني الجول اللي احنا جبناه هم يعني قتلخرهم شكرا يعني نحن مش عارفين نجيبي لجوال دي ها ها هم قتلخرهم يعني الفرصة بتاعتهم اللي جات جون دي ها كم في المية من فرصة كريم فؤاد ولا خمسين في المية لان راجل في وسط ثلاثة هم احي يعني اه راجل في وسط ثلاثة هشوف اساسيات ان انا احط جسم ما بين الكرة والمرمى